ارتفع مستوى توريد القمح بشوى وصوامع محافظة الدقهلية إلى 334 ألف طن لهذه المواسم حيث يستهدف توريد 450 ألف طن من القمح في نهاية الموسم وتواصل أجهزة المحافظات المختلفة بهودها لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال التوريد في 29 موقع تخزينيا باللون الذهبي تكتسي شوى وصوامع محافظة الدقهلية مع تواصل عمليات توريد القمح التي تسجل ارتفاعات كبيرة تقترب من المستهدفات للموسم الحالية ما تم توريده حتى الآن من القمح بالدقهلية وصل إلى 334 ألف طن وهو ما يقترب من المستهدف بنهاية الموسم عند 450 ألف طن من القمح احنا هنا العربية بتيجي بنعمل عملية الفرز لها وبنديها درجة الفرز اللي هي المفروض تاخدها بعد كده بتخش على الميزان بتوزن وتخش تفرغ الغلة جوها في الصومع وبتطلع برها بنصف فيها ونعملها المحضر بتاعها اللي هو المحضر الفرز عمليات التوريد للصوامع شهدت هذا العام ارتفاعا في جودة القمح بنسبة وصلت إلى 96% من المحصول وبدرجة نقاوة بلغت 23.5 درجة دور المسؤول عن الهاية القومية بالنسبة لعدو المشكل في اللجلة طبقا للضوابط تداول القمح هو تحديد درجة التضافة وتحديد سعر الأمح الحمد لله الأسعار السنة حيوة وما فيش أي مشاكل والدنيا جميلة والله عن أي سنة عن الدنيا تمام أجهزة المحافظة تواصل جهودها لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال التوريد في 39 موقع تخزينيا مع تقديم كافة التسليلات في الإجراءات وإحكام الرقابة على التوريد والالتزام بالمواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر